اتفاضل كابتن اسلام ايه رأي حضرتك في اسناد المباراة الاهل وزمالك لتقم تحكيم مصر حاجة جميلة جدا جدا وعلى فكرة رؤيتنا احنا هنا بسيطة التحليل كابتن اسلام وانا قلت ان افضل تقم تحكيم كان متواجد في الاسبوع الاول هو كان محمد عادل حكم ميدان وكان الحكم مساعد يوسف البساطي وكان حكم الفور كان احمد الغندور هم اداروا مبارا الاهل واسماعي حيث كان فيه تفاهم جدا وانا قلت ليه الافضل لان انا انا بشتغل بالمعيير قلنا المعيير ان الافضل لان كان فيه تفاهمة بالحكم الميدان وحكم الفور قلت ان الحكم المتعد كان متماس جدا جدا قلنا ده طاكم التحكيم اللي اعتقد توافقت رؤيتنا مع لجن الحكام في تعيينه لمباراة الكمة وبالتالي يعني هم اداروا مباراة الكمة وطلعنا قلنا قد نختلف مع الحكم في بعض الحالات التحكمية ولكن بشكل عام نقولنا الحكم مر وقدر المباراة بشكل جيد هناك فيه اخطاء كان هناك اخطاء وانا قلت الكلام دوت على فكرة في التحليل الخاص بالفقرة التحكمية كان هناك اخطاء تحكمية في المباراة ولكن بشكل عام قلنا التحكيم مر كابتن اسلام وقفنا المباراة وقلنا يعني بالتوفير للتحكيم والفترة اللي جاية نقدر نطور من اداء التحكيم المصري طيب